السلام عليكم معاكم يسني الي سعيد ان شاء الله النهاردة هنشرح كناكت بلاس لجونيور 2 للتانية ابتدائي وحنشرح يونت ثري اتمنى انك تشترك في القناة فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير عشان كله يستفيد تمام احنا هناخد يونت ثري ان شاء الله النهاردة اليونت بعنوان يوم في حياتي يوم في ماء كلمة ماء لازم ليجي وراها يبقى بتاعي فلما اقول ماء لايف لايف الاي هنا جاي اللونج ففي ماجك اي نقول لايف يبقى حياتي ماء لايف حياتي تمام بص هنا بيقول ايه اللي جاي وراها بتاعي يبقى بتشتغل بتشتغل يعني فندق شايفين ده شكل الفندق الشي بيز بيزي الاس هنا منطقة ز ليه لانها جايه ما بينتو يعتبر فياوز الاس لو يجي وراها وي دايما بتتتنطق ز الاس لو يجي وراها وي بتتتنطق ز فبيقول لي She is busy مشغولة all day الإيه لم يجورها إيه اللي بتتنطق إيه She is busy هي مشغولة all day طول اليوم She helps people الإيه هنا silent People هي بتساعد الpeople الناس She talks الإيه اللي برضو silent On the phone She talks هي بتكلم On the phone ال-PH عندي بتتنطق F ال-PH دائما بتتنطق F فبقولها كده phone وفيها long O ففيها magic E She talks on the phone هي بتتكلم على التلفون She uses a computer She uses a computer هي بتستخدم الكمبيوتر وال-C هنا منطوع إيه ك فاكرين احنا قلنا ال-C بتتنطق ك لو ما جاش معها صحابها مين صحابها E-I-Y هنا في E-I-Y لا فعدت نطق K She sends emails She sends هي بتبعت emails شايفين هي قادة قدامها computer بتبعت emails يعني رسائل She sends emails الجزء ده مطلوب مننا احنا نعرف الجزء بتاع present symbol present symbol الزمن ده بستخدمه لما حب أتكلم عن حاجة أنا بعملها على طول بتتكرر على طول بتحصل كل يوم تمام فاهاقول إيه أنا كل يوم مثلا هي كل يوم بتروحي الشغل كل يوم بتبقى بيزي كل يوم بتساعد people بتتكلم في الفوم بتستخدم الكمبيورة الحاجات دي بتعملها كل يوم فبالتالي الحاجات دي بتتكرر ساعتها لازم استخدم الزمن ده طب استخدمه ازاي قال لي الزمن ده بيتحدد على أساس إيه السبجكت اللي عندي الفاعل بتاعي مين الفاعل لو الفاعل بتاعي I, U أو We أو They ساعتها لازم اختار احط وراء verb infinitive مصدر يعني بدون أي إضافات يبقى الفاعل بتاعي لو I, U, We They احط الفرب infinitive مصدر يعني بدون أي إضافات طيب ازاي يعني يا ميس مصدر اهو I help حطيت حاجة في آخر help في S في D في ING في أي إضافات لا You talk حطيت حاجة برضو لا انما لو كان الفاعل بتاعي هي أو she أو it قال لي ساعتها بضيف يا إما أس يا إما إي أس يا إما إي أس طيب إيه ده بقى هضيف S ولا إي أس ولا إي أس إيه اللغبطة إيه حاجات الكتيرة دي قال بص يا سيد احنا دايما بنزود الأس يعني أي فعل هيجي بعد هي أو شي أو it هزود له S أمال إمتى بحط الأس قال لي في حالة واحدة لو لقيت الفعل بتاعي منتهي بحرف من دول يعني S S H C H أو X يعني بص هي fix أزود S بس لا استنى دي موجودة هنا هي يبقى ساعة هنزود E S She Wash أخرها S H أهي موجودة هنا يبقى برضو هزود E S طب ما لقيتش حرف من الحروف دول زود S بس زي ما إحنا متفقين ومال إمتى بقى زود الأي E S بص يا سيد لو الفيرب بتاعك أخره Y أخره Y وقبل ال-Y لازم شرط أن قبل ال-Y يكون فيه حرف Consonant Consonant يعني حرف ساكن مش عايزين بقى نستخدم ساكن ومتحرك والحاجات دي Vowel و Consonant Vowel يعني حرف ومتحرك هم عندي Five vowels A E I O U الباقي كله Consonant بقيت الحروف كلها بقول عليها أن هي Consonant حروف ساكنة تمام فلو لقيت ال-Verb بتاعي أخر Y وقبل ال-Y Consonant حرف ساكن يعني مش A مش E مش I مش O مش U أحذف ال-Y وحط I E S أحذف ال-Y وحط I E S بس study بقت studies carry يحمل بقت carries خد بالك الكلام ده أنت لما يبقى الفعل بتاعي مين هي أو شي أو it غير كده الفعل بتاعي هيبقى infinitive مصدر يعني لو الفعل بتاعي هي أو شي أو it ساعتها فكر بقى هزود S ولا ES ولا I E S إنما لو هي هي نفس الكلمات دي يعني wash fix أو story أو carry جاية مع I U وي بقى الفعل هيبقى إيه مصدر فأول حاجة عينك تنزل عليها هو الفعل بتاعك السبجكت الموجود في الجملة I U وي ذي مصدر هي شيئت ساعتها فكر بقى هزود S ولا ES ولا I E S نكمل الفيلم ده هو هنا يعطيني بعض ال-يه jobs الوظائف jobs وظائف فقال لي farmer farmer يعني فلاح farmer فلاح أو مزارع fisherman fisherman اللي هو صياد fisherman man صياد تمام market seller market seller يعني بيع في محل البيع اللي في المحل اسمه market seller sell يبيع seller بيع fish سمكة fisher man بقى صياد form مزرع former مزارع هنا بقى لكلمة chef chef اللي هو الشيف الطبخ تمام اسمه chef chef mechanic 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 ch هنا منطوء k و السي هنا برضو k فتبقى me ka nick mechanic 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 و هنا اللي construction construction ناسمها chop it construction worker يعني عام البناء في البناء construction worker عام البناء تمام concierge 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 اللي هو عامل الاستقبال او اللي بيقف على الباب في الفندق تمام اسمه concierge concierge نيجي هنا بقى اللي web designer web designer web يعني صفحة صفحة النات بص بقى دي هتتقسم كده g d silent هقول d والاس جاية ما بين two vowels بعد نطق z d z n d z n n g هنا silent web designer يعني مصمم صفحات على النات تعال بقى نشوف ايه الجزء بتاعنا هنا ايه الشرح اللي موجود هنا هو هنا عايز يسأل عن وظيفة حد عايز يقول حد ده بيشتغل ايه هي بتشتغل ايه هو بيشتغل ايه فالسؤال بييجي بالشكل ده what does he او she do what does he do what does she do تمام يبقى لما حب أسأل حد بيشتغل ايه عايز أقوله هي بتشتغل ايه حقوله what does she do هو بيشتغل ايه هقولك what does he do طب اجاوبها ازاي قالي بقول he او she is he او she is a او an والوظيفة يعني what does he do he is a chef he is a chef what does she do she اهي is an architect 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 يعني هي بتشتغل مهندس architect بصوا r c h هنا منطقة k وهنا برضو دي k فيبقى architect 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 يعني مهندسة هي اللي بتصمم بترسم ايه البيوت she is an architect طيب انا عايز اسأل حد بيشتغل ايه حقول what does he او she do ولما اجا اجاوب حقول he is او she is ا او an على حسب الكلمة بادي عندي بايه consonant يبقى vowel يبقى an تمام واحط الوظيفة طيب انا بقى عايز اسألك انت انت عايز تباقي عايز تباقي لما تكبر عايز تشتغل ايه لما تكبر فاقول لك what do you want to be what do you want to be عايز تباقي what do you want to be حابب تباقي لما تكبر لما اجا اجاوب السؤال ده هعمل ايه هقول هحزف what هحزف do i you بتنزل دايما في الاجابة وتباقي i يبقى you هتبقى i i want to be انا حابب ان اكون ا او an وبردو الوظيفة يعني انت نفسك تبقى دكتور فهتقول i want to be a doctor عايز تبقى مدرس i want to be a teacher عايز تبقى web page designer حابب تبقى i want to be a web page designer حابب تبقى فلاحة ومزارع تزرع اراضي تبقى i want to be a farmer تمام يبقى لما حد يقولك what do you want to be هنشيل what هنشيل do you بتنزل وتبقى i want to be a mechanic عايز ابقى مهندس ميكانيكي what do you want to be i want to be a farmer عايز ابقى farmer what do you want to be i want to be a chef عايز ابقى chef تمام سهلة ان شاء الله سهلة بما اننا بنتكلم عن الوظائف هو اعطيني بعض الاسئلة بعض الاسئلة اللي لها علاقة بالشغل فاول حاجة اهي انا حد يهلكون نشرحها على طول بصوا الولاد في السن ده عايزين نحفظهم كلمات الاسئلة اللي هي WH questions WH questions كلمات السؤال فانا عاملة اغنية صغيرة اهي حفظوها للولاد تمام بتتقال ازاي WHERE يعني اين وبتسأل عن مكان WHERE يعني اين وبتسأل عن مكان بص الW هنا silent WHEN يعني امتى وبتسأل عن زمان WHEN يعني امتى وبتسأل عن HOW يعني كيف Y ويعني لماذا how يعني كيف why يعني لماذا what معناها ما أو ماذا نقول الغنيا على بعضها where يعني أين وتسأل عن مكان when يعني أمتى وتسأل عن زمان who يعني من وتسأل عن إنسان how يعني كيف why يعني لماذا what معناها ما أو ماذا الغنيا دي سهلة وجايبة نتيجة كويسة مع الولاد اللي معايا فحفظوها للولاد ال-W هنا silent فابقل where sorry ال-H هي اللي silent ال-H هي اللي silent فابقل where when ال-H silent معا ده who ال-W هي اللي silent وال-H هي اللي voice فابقل who ال-H هي who how تاني why تاني what ال-H silent يبقى كل ال-W لما يجي براها H دايما ال-H بتبقى silent معا ده who معا ده who طبعا هي الليها اخوات who who's whom تمام تعال بقى نشوف ايه هي الاسئلة الضروري قوي اللي بتيجي مع الوظائف jobs اول حاجة هيقولك بتشتغل فيه where اين does he work يعني انت قلت قلتلك what does he do بيشتغل ايه فقلتلي he is a doctor فقلتلك طب where اين does he work تقولي ايه نحذف where كلمة السؤال دايما بتتشغل من الاجابة مش معقول حدا هيقولي فين هارضة قلو فين تمام فاول حاجة باحذف where وبعدين قال لي باحذف does بس لما هاحذف الض هاخد منها الاس لما يجي احذف الض هاخد الاس او ال-E-S على حسب واقول he واحط ال-E-S دي على الverb اللي عندي على الفعل اللي عندي فاقول he واخد الاس احطها هنا يبقى he works he works فين at يعني في the hospital 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 يعني مستشفى he works at the hospital او in a hospital هو بيشتغل في hospital طيب انا دلوقتي قلت انت انت سألتك فقلتلي doctor قلتلك بيشتغل فين قلتلي at the hospital at the hospital في مستشفى فروحت سألتك وقلتلك when يعني امتى does he start work start work بيشتغل بيبتدي شغله عايز اعرف بيشتغل امتى بيبتدي الشغل الساعة كام مش انا سألت بوان يعني امتى يبقى باسأل عن زمان عايز اوقت احذف when احذف does وياخد منها الاس واقول he starts work هو بيبتدي شغل امتى at seven i am الصبح بص بقى seven ده وقت seven i am ده وقت صباحا يعني احط معها at يبقى الساعة بتاخد حرف الجر ايه at انا بيشتغل الساعة ثلاثة فهقولك at three o'clock بيشتغل الساعة خمسة هقولك at five o'clock يبقى الساعة بتاخد حرف الجر ايه at لما حد يقولك windows حد بيشتغل هقوله at seven o'clock انا ممكن اجاوب اجابة كاملة واقولك he starts work at seven o'clock او اختصر اقولك على طول at seven o'clock او he works at the hospital او اختصر على طول واقولك at the hospital ممكن تختصر وممكن تجاوب على طول هنا بيقولي who does she teach who does she teach هي بتعلم مين هحزف who يعني من ونشيل does وناخد ال s ونقول she teaches بس انا مش هناخد بس ال s ليه يا ميس اصلك هنا اخيرها c h يبقى هاخد ال e s هاخد ال e s فقول she teaches children تمام يبقى ايه she teach teaches children children او اختصر على طول هي بتدارس مين هقولك children children هنا بقى سؤال بwhy لماذا does the chef wear a hat ليه الشاف wear a hat بيالبستقية لما سأل سؤال بwhy الاجابة بتبقى because مبدئيا يعني because because c هنا بتتنطق because علشان he needs to be clean هو محتاج انه يبقى clean او على طول اقولك يا اما to be clean يبقى انا لو استخدمت because انا محتاج اكتب وراج جملة كاملة because فاعل وفاعل ومفاول he needs to be clean انما انا ممكن بدل ما اقولك because اجاوب على طول واقولك to be clean علشان be يفضل clean او يكون نضيف يبقى اما اقول because he needs to be clean اما اجاوب على طول اقول to be clean يبقى السؤال بwhy محتاج اجابة اما because ياما to ومصدر because he needs اما to be clean تمام بيقولي what is she wearing what يعني ما او ماذا is she wearing بترتدي تمام بما ان في is يبقى في ing على طول في اخر الverb بتاعي ما تنساش في is يبقى في ing في اخر الverb فبيقولك what is she wearing هي لبسة ايه فعملنا ايه حزفنا وعملنا الكروس بتاعنا وقالنا she is wearing وكتبت الحاجة اللي ايه لابساها a suit بدلة او اكتب على طول what is she wearing a suit بدلة what is her job طب ايه بقى وظيفتها قال لي she is an architect she is an architect لما اسأل عن الجوب عن الوظيفة اقول he is او she is والوظيفة قبلها اي اما اا اي اما انا على حسب بديا بفاول ولا consulate هنا بديا بفاول فقالنا an architect architect يعني مهندسة تمام يبقى انا ممكن اسأل عن الوظيفة بطريقتين architect مهندسة كده طريقتين عندي اما اقول له what is her job او his job ياما اسأل بالسؤال اللي احنا لسا قيلينه اللي هي what does he او she do what does he او she do يبقى انا عندي كده طريقتين اسأل بيهم عن السؤال ياما اسأل what does he او she do يا اما what is his job او her job وظيفتها وفي الحالتين هقول he is او she is والوظيفة احطت ابله اما ايا اما انا هو هنا اعطيني كمان شوية وظيفتانين رجعتيني قال لي former carpenter carpenter يعني نقار mechanic 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 engineer engineer مهندس architect architect مهندسة doctor doctor دكتورة تمام يبقى وكمان اعطاني هنا journalist 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 تمام هنا بيقول لي ان احنا ممكن نقسم الكلمة syllables زي ما بتاخدوا في العربي كده قسم الكلمة المقاطع صوتية احنا عندنا انجليش برضو syllables syllables يعني مقاطع syllables مقاطع فبصة كلمة format اسمت far و mer car pin tur me can me ka و nick mechanic mechanic هنا engineer engineer architect doctor doctor fisherman man man dur jurn l list car pen water يبقى انا اقدر اقسم برضو كلمة في الانجليش لسيلابلز سيلابلز يعني مقاطع صوتية نيجي هنا بص يا سيدي دلوقتي الساعة 7 o'clock السابعة بالزبط يقولي it's seven o'clock الساعة سبعة صباحا الصبح we are having our breakfast we are having our breakfast احنا بنتناول الفطار my dad is putting on put on يعني يرتدي بتسوي كلمة wear put on يرتدي my dad is putting on his jacket بيلبس الجاكت بتاعه he is putting on his shoes وبيلبس الشوز بتاعه and he is picking up his bag pick up يعني يلتقط بيمسك picking up his bag بيلتقط الحقيبة بتاعته why is he going out هو هيخرج لي دلوقتي it's eight o'clock فبيقولي my dad is a doctor بابا دكتور he works هو بيشتغل at a hospital في مستشفى he starts work بيبتدي الشغل at eight o'clock الساعة تمانية in the morning في الصباح دلوقتي الساعة it's five p.m it's five p.m we are watching tv now بنتفرج ع التلفزيون دلوقتي what is dad doing يطار بابا بيعمل ايه dad is working بابا بيشتغل he is helping people he is helping people بيساعد الناس it's nine p.m الساعة تسعة مساء p.m i'm going to bed ana رايح ana going to bed يعني حنام good night good night بتتقال لما تخش تنام ليه تصبح على خير good night it's six o'clock الساعة ستة دلوقتي in the morning في الصباح i am getting up ana بصحة where is that بابا فين he is in the kitchen 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 في المطبخ he is having his tea بيتناول the tea الشاي ايه الجزء اللي موجود هنا اللي موجود هنا present continuous تاني present continuous اللي بستخدم فيه am و is و r وفعله في اخره i and g am و is و r و i and g هنا اعطيني سؤال فبيقولي what is he او she doing ماذا هي او هو doing يفعل لما اجا جاوب السؤال ده باحذف what بعمل الكراس بتاعي ما بين is او he او she وقولك he is او she is doing يفعل هشيل كلمة do d واجيب verb وازود له i and g فقول ايه he is having breakfast بيفطر she is putting on her shoes بتلبس الشوز بتاحها he is picking up his bag بايه بيلتقط شنطته طب اي verb كده اجيبه وازود له i and g قال لي لا ده انا عندي تلات انواع من الافعال اول نوع افعال لا تتغير ما بتتغيرش لما بحط لها i and g هي pick زودت لها i and g في حاجة فيها تغيرت حاجة تشالت حاجة زادت لا بقت picking وما لقى ايه تاني نوع قال لي بضاعي في الحرف الاخير عند اضافة i and g بضاعي في الحرف الاخير عند اضافة i and g بص put بقت putting put putting طب ايه تلات نوع قال لي افعال بتنتهي بايه افعال اخرها ايه فبحزف ال ايه عند اضافة i and g فhave اخرها ايه شلنا ال ايه وحطينا i and g بقت having having نقول تاني انا عندي التلات انواع من الافعال لما بزود لها i and g افعال لا تتغير عند اضافة i and g فback picking eat eating افعال بضاعي في الحرف الاخير عند اضافة i and g put putting run running swim swimming sit sitting وبحزف ال ايه عند اضافة i and g فهتبقى have having right writing right writing اي فعل اخره ايه بحزف ال ايه عند اضافة i and g فبيقولي what is that doing شلنا what عملنا cross that مش راجل ولد اشيل الولد وحط he بما انه راجل او ولد اشيله وحط ايه he فاقول he is واجيب الفعل من عندي وزود له i and g فاقول working ماشي what is mom doing جايب لي صورة ماما بتطبخ فاقول له ايه مام دي مش واحدة ست او بنت اي بنت او ست باشيله وحط مكانها الشي حتى لو جايب لي اسم ولد اشيله وحط he اسم بنت اشيله وحط الشي فاقول له she is وحط الفعل بتاعي وزود له i and g يبقى she is cooking she is playing اي حاجة بقى ماما بتعملها خلاص يبقى لما يسألني بيعمل اي دي الوقتي انا هحزف what وهعمل الكراس وحشيل الدو وحخلي هنا i and g عشان زودها على الفيرب اللي هجيبه فحقول ايه working cooking eating playing على حسن على هنا بيقول لي dad is putting on his ده exercise صغير بيلبس he is ايه jacket هنجيب الاجابات من ايه من القطع نيجي للجزء ده هو الاول الداني jobs الوظائف دلوقتي بقى الداني الاماكن اللي الناس بتشتغل فيها فعندي hospital يعني مستشفى hotel فندق fire station fire station بص stay وشن t-i-o-n station station يعني محطة المطافي او مركز المطافي office office سيمانو سين off و ice office يعني مكتب cafe cafe مقهى اهو يعني او كافتيري supermarket supermarket super market اللي هو super market form form مزرعة restaurant 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 يعني مطعم restaurant مطعم يبقى hospital hotel fire station office cafe supermarket form restaurant دي الاماكن اللي احنا الناس بتشتغل فيها نيجي هنا بقى بيقول لي hello this is my town 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 يعني مدينة بس مدينة يظلمون بلدة our town has lots of important places lots of لما يجي of او 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 واحدة بتتنطق ال fdv فقولها of البلدة بتاعتنا او المدينة الصغيرة بتاعتنا فيها lots of places important important places اماكن مهمة فبيقول this is the hospital دي المستشفى doctors help sick people في المستشفى doctors help بيسعدوا sick people this is the supermarket وده the supermarket we can buy food بنشتري منه food i like my school بحب مدرستي i learn a lot بتعلم كتير i see my friends بشوف صحابي i like my teachers بحب مدرسيني this is the pork وده ال pork اللي هو الحديقة العامة we can play and have fun بنلعب وhave fun يعني نستمتع this is a form وده مزرعة the farmer looks after animals الفارمر المزارع looks after بيعتني بي animals looks after animals بيعتني بالحيوانات he grows grow يعني يزرع food الطعام تمام تعال بقى نشوف جزء grammar بتاعنا هنا بيقول لي who can you see at school بتشوف مين في المدرسة who يعني من هو بيسأل عم بني هذا بيقول لي who can you see at school انا اقدر اكتب اجابة كاملة احذف هو واقول اعمل الكراس بتاعي هنا واقول i can see حد at school او اجاوب على طول شوف بيقول لي مين اقول له my friends بيشوف مين في المدرسة my friends where do doctors work doctors بيشتغلوا فين هقول له they work هما بيشتغلوا at hospitals شيلت where شيلت do و doctors بقت they لان اي جمع في الانجلش بشيلو وحط مكانه they اي جمع بني ادمين بقى مجو بني ادمين اي جمع ان انجلش بشيلو وحط مكانه they فشيلت doctors بقلت they ونزلت work at hospitals at hospitals في الايه في المستشفيات او اقول على طول at hospitals what can you do in the work بتعملي في ال work اقول له i can وحط الحاجة اللي بعملها شيلت do بتعمل ايه وحطيت اللي بعمله i can play and have fun i can play and have fun why is the supermarket important ليه السوبر market important مهم عشان people because وحنا اتفقنا ان why يعني لماذا والاجابة اما because اما to والمصدر هنا because we can احنا نقدر pie نشتري food at the supermarket we can buy food نقدر نشتري food at the supermarket من السوبر market what does the farmer look after what does the farmer look after الفارمر بيعتني بإيه انه he looks after the animals he looks after the animals يعني الحيوانات تمام animals الحيوانات نيجي لجزء ده بيقول لي after و before after و before after يعني بعد before يعني قبل فاقول لك i do my homework i do my homework بعمل الواجب after school بعد المدرسة او i have breakfast انا بافتر have breakfast before school قبل المدرسة وممكن اسألك وقول لك what do you do ماذا تفعل before school تقول لي ايه i put on my uniform انا بلبس هدومي تمام what do you do after school بتعمل ايه بعد ما بترجع من المدرسة اقول i do my homework i do my homework بعمل الواجب ايام الاسبوع بتاخد حرف الجر on ايام الاسبوع بتاخد حرف الجر on وكمان كلمة weekend يعني عطلة نهاية الاسبوع او اجازة نهاية الاسبوع كلمة weekend فاقول لك i go shopping انا بتسوّ on the weekend i go to the cinema on fridays يبقى ايام الاسبوع او كلمة weekend بتاخد حرف الجر on بتاخد حرف الجر on تمام هنا رجعتاني بيديني jobs وبيقول لي in my job في الوظيفة بتعتي i work in a kitchen باشتغل في مطبخ it's hot الدنيا سخنة وحر i sometimes work at night ساعة باشتغل باللي i make food for people وبعمل الاكل للناس to enjoy عشان يستمتعوا يبقى what am i انا باشتغل ايه هنقول ايه الشاف طيب in my job في الوظيفة بتاعتي i look after animals بعتاني بالانمال i go i grow food for people to eat بازرع الفود الطعام للناس عشان تاكلوا يبقى what am i انا ايه farmer in my job في الوظيفة بتاعتي i help people بس تاعد الناس who are sick المرضى i can work for a long time باشتغل الوقت طويل my job is difficult شغلي difficult صعب but ولكن it's very important what ولكن مهم يبقى what am i مين اللي السابي help sick people ها doctors براف عليكم in my job وظيفتي i mend cars بصلح العربيات and luries والعربيات اللوري i help people if their car doesn't work بس هاعد الناس لو عربياتهم مش شغالة i liked وبحب شغلي what am i انا مين ها mechanic براف عليكم in my job i make houses بعمل في وظيفتي بيوت offices مكاتب and i and other buildings buildings ومباني كمان i wear a hard hat بل بستق a hard نشفة to protect my head شان تحمي راسي بقوات اما اما انا مين اللي اي construction worker construction worker عامل البناء in my job في وظيفتي i catch fish بستط سمك i work on the sea بشتغل في البحر on the river or في النهر i sell fish ببيع سمك for people to eat عشان الناس تأكلوا يبقى what am i what am i fisherman براف عليكم in my job i help people in hotels بساعد الناس في الهاتل i help them to enjoy their holidays وبساعدهم ان هما يستمتعوا بالهوليديز بالعطلة بتاعتهم يبقى what am i concierge concierge طيب in my job i sell food ببيع طعام on the market i sell fruit and vegetables وببيع fruit وفيجتابل فكه وخدار يبقى who am i market seller ببيع ببيع في محل نيجي tablet tablet اللي هو tablet فبيقول لي you use this to call people بتستخدم الحاجة دي عشان to call people تتصل بالناس يبقى السيل فون you use this to print طبع things يبقى printer you use this to write عشان تكتب يبقى الكيبورد this is smaller than a laptop أصغر من اللابتوب يبقى tablet you can work on it or watch movies يداد the tablet when you use this you can work in different places تستخدم عشان تشتغل في أماكن مختلفة يبقى دا اللابتوب خلاص كلمة technology technology يعني التكنولوجيا اللي بتستخدمها تقدر بقى تقول أنا بستخدم I use laptop cell phone computer keyboard printer tablet على حسب الحاجة اللي انت بتستخدم هنا بيقول the world of world عالم of computers عالم الكمبيوترات يعني lots of people use computers to do their jobs ناس كتيرة بتستخدم الكمبيوتر عشان يشتغلوا أو يعملوا الوظائف بتاعتهم with a computer مع الكمبيوتر you can find out تقدر تكتشف information أو تعرف information يعني معلومات buy and sell things تقدر تشتري ويد بحاجات and send emails to people تبعت emails رسائل للpeople فنقول they are using computers to design a website عشان ناس دي بتستخدم الكمبيوتر عشان تعمل تصمم design a website موقع على ال على ال net she's using a tablet to send emails بتستخدم التابلت عشان تبعت ال emails she's using a computer to find out information عشان تعرف معلومات she's using a laptop to buy things عشان تشتري حاجات he's using a tablet to look for recipes كلمة recipes يعني وصفات الطعم هو بيستخدم التابلت عشان يدور على recipes وصفات الطعم تمام ودا جزء للا project اللي الولاد بيعملوه عندي paper glue colors scissors magazines مجلات هنا بيقول choose a job اختار وظيفة think of something interesting فكر في حاجة تكون ممتعة what can you find out about it تقدر تعرف ايه عنها try to answer the questions تعال نجاوب على الاسئلة دي شوان تعرف انت عايز تعمل ايه what do you wear what do you wear لابس ايه where do you work when do you start and finish work تبتدي وتخلص الwork امتا الشغلة امتا what do you do ماذا تفعل do you help people بتساعد في مواقع النت or in books او في الكتب make some notes اكتب كده بعض الملاحظات find draw و good و ارسم or print some pictures pictures ارسم بعض الصور احنا بكده خلصنا unit 3 تمام اتمنى ان انا كون ادرت اسعيدكم كان معاكم ميس نيلي سعيد لو الفيديو عجبك استفد اتمنوا اعمل لايك للفيديو شير فيد واستفيد زي ما انا بقول دايما فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اشترك بالقناة اتمنى ان اكون ادرت اسعيدكم كان معاكم ميس اشترك